بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهرى عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وعليه قال سمئت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الظهر فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليماني فغطيني به فتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا بجهه يتلأ له كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال فما كانت إلا صاوة وإذا ببلدي الحسن قد أقبلا وقال السلام عليك يا أمه فقلت وليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤابي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نهو الكساء وقال السلام عليك يا جدان يا رسول الله أتأذن لي أندخل معك تحت الكساء فقال وليك السلام يا بلدين ويا صاحب حوذين قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صاوتا وإذاب بلدي الحسن قد أقبلا وقال السلام عليك يا أمه فقلت وليك السلام يا بلدي ويا قررة أيني وثمرة فؤاد فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت ونا إنا جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين ونه والكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وليك السلام يا بلدي ويا شافئ أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وعند ذلك أبو الحسن علي بن وبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائهة طيبة كأنها رائهة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع بلديك تحت الكساء فأقبل لي النهو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام عليك يا أبو الحسن يا أخي ويا مسي وخليفتي وصاحب الله قد أبو الحسن قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم ثم أتيت قد أبو الحسن وقال وعليك السلام يا أخي يا أخي يا أخي ويا بضعتي قد أبنت لك فدخلت تحت الكساء فلم اكتملا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكسام وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتی بحمدی لهم وهم لهمی ودم وهم دمی يؤلم و نیما يؤلم وهم و يهزون و نیما يهزون وهم أنا حرب لمن هربهم بسلم لمن صالمهم بأدو لمن آداهم بمهب لمن أحبهم إنهم منی بأنا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك برحمتك وغفرانك ورضوانك علی وعليهم وأذهب عنهم الرئس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا غمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسا الذين هم تحت الكسام فقال الأمین جبرائيل يا رب ومن تحت الكسام فقال الأمین جبر هم أهل و بيت نبولة و معدن الرسالة هم فاتمتا بأبوها ببالها ببنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكونا معهم صادسا فقال الله نام قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل ترجمة نانسي قنقر